يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة اليوم يوم المغرب اليوم يوم أسود الأطلسي اليوم يوم العرب اليوم يوم الإنجاز التاريخي اليوم يوم الإنجاز الاستثنائي المغرب النهاردة يا أولاد تفوز على المنتخب الأسباني وتصعد لربع نهائي كأس العالم في إنجاز فريد كأول منتخب عربي يصعد لهذا الدور حلمنا مع المغرب وسدقنا والمغرب ومنتخب المغرب ما خزلناش الرجراجي أول مبارح في تصريحاته كان واضح وصريح ليه لأ ما نخدش كأس العالم وليه لأ ما نحلمش إن احنا ناخد كأس العالم على الأقل بعد سنين قدام لو ما خدناش كأس العالم هيقوله المنتخب ده أول منتخب عربي حلم إنه ياخد كأس العالم المغرب النهاردة مبهدة مش النهاردة بس نهاردة ومبارح وأول مبارح أداء رائع وأداء مميز وخلتنا نحس النهاردة وهي بتلاعب أسبانيا إن أنا زي زيك إن أنا زي زيك أنت فاهم دي كبيرة قد إيه إحنا عادة نلعب مع منتخبات أوروبية أو منتخبات لاتينية وإحنا بنحس غصبا عننا يعني إن إحنا أقل بكتير أوش النهاردة لا المغرب عندها من العناصر اللي أفضل أو بعض اللاعبين أفضل من اللي موجودين في المنتخب الأسباني من حكيمي في المنتخب الأسباني من زياش في المنتخب الأسباني من بوفال في المنتخب الأسباني من ياسين بونو في المنتخب الأسباني من سايس في المنتخب الأسباني من مزراوي في المنتخب الأسباني مين مين شاولي كده مين مرابط سوفيان مرابط هجماعة بيقدم أداء مدهش أنا قلت رأيي قلت من قبل المباراة سوفيان مرابط من قبل المباراة أسبانيا يستحق أنه يكون في التشكيلة المثالية لهذا المنديال عامل أداء مرعب عامل أداء مش طبيعي في وسط الملعب مدهش كل اللعبين بصراحة في المنتخب المغربة مش طبيعيين عاملين أداء كبير تشكيلة العظيمة اللي قدام حضراتكم دي اللعيبة العظيمة دي اللعيبة العباكرة دي وحط بقى وحط بقى اللعيبة العباكرة دي على جنب شوية أجماعة وليد الرجراج ده مدرم من 8 سنين مدير فني لأول مرة من 8 سنين من 8 سنين بس بيعمل إنجازات عظيمة مع الفتح الرباطي بيعمل إنجازات مع الدحيلة القطر بيعمل إنجازات مع الوداد المغربي بيعمل إنجازات ومع المنتخب المغربي اللي تولى المهمة بشهر ونص تقريبا قبل المنديال داخل وبيعمل إنجاز تاريخي للمغرب والكل العرب مدرب استثنائي ومسته العبقرية في رأيي يعني إنه مصدق نفسه إنه مصدق لعبته إنه ما بيخافش إنه ما بيقودش نهرائح هلعب أسبان يا نهراب يد ده أنا هشيل 5 ده أنا هشيل 6 دول هيعملوا فيه إيه دول عملوا في الأبلاية كذا واللي عملوا في الأبلاية كذا أنا مش عارف أخذ منهم الكورة أنا مش عارف أمسك الكورة النهاردة المغرب ضيعت فرص وأسبان يا طيعت فرص طبعا بس المغرب كمان ضيعت فرص تعادل سلبي في الوقت الأصلي وياسين بونو بيتوهج ويتقلق بشكل خرافي على فكرة النهاردة أنا وأصدقاء يعني بنفرج على المباراة وناس تانية كتير حتى على تويتر كاتبين كده هو إيه؟ مش إساءة بلغة الكورة يعني هو إيه البرود اللي عند ياسين بونو ده؟ حارس مش متوتر كل ما الكورة تجيله ده بيروق اللقابة بتاعت أسبانيا ويطلع الكورة بالزكاء ويطلع الكورة بشكل صحيح في ضربات الترجيح مفيش توتر بيستنى الكورة لما تتشاط ويتروح للكورة ما بيلعبش على التوقع بيروح بشكل رائع جدا النهاردة حفلة للمنتخب المغربي حفلة مش هتخلص اليوم كله النهاردة منتخب مغربي وإن شاء الله لحد نهاية المنديال نحتفل بالمنتخب المغربي هتقول لي يا كريم صعبة ومستحيلة هقولك لا استنى عندك المنتخب اللي كسب بلجيكا وكسب أسبانيا وتعادل مع كرواتيا يقدر يوصل لآخر نقطة في المنديال وده مش مجرد كلام ده واقع منتخب المغربي النهاردة رفع رأسنا للسماء خلانا فخورين خلانا فرحانين كم مليون في الوطن العربي النهاردة يحتفلوا بالمغرب وما بيقدروش يسكتوا غير وهم مبسوطين بمنتخبهم المغربي يعني متكلم على كل العرب مش بس الشعب المغربي